قولنا اسمك بشي اللي تقطع من الاستمارة اسما وصفة نخلي بالك اسما وصفة طي قول اسم قولنا بقى أنا اسم السيد محمد محمد عبدالحفيز موليد 27-77 نعم متزوك وعندي ثلاثة ابناء عندي مريم كل اتهندسة ربنا يخليها لك يا ربنا يوسف ده الخليفة في الملاعبة احسن ان شاء الله انا بسمع ان شاء الله ربنا يديله الصحة والعافية كدوك فيه شر الاصطابات ده صورة كربون من سيد عبدالحفيز ممكن على احسن كمان ماكس وبرو ماكس والتالتة والتالتة تسنيم يوسف 16 سنة تانية سنة ولعي في الندي الائل تحت 16 سنة بيلعب ايه؟ بيلعب ستة بيلعب رقم ستة رقم ستة زي حمد فاتحي كده زي حمد فاتحي ده بقى لعيب جابة ده دي بقى تسنيم ربنا يخليهم لك يا رب خمسة تباقي ده يوسف مريم فين؟ فين مريم يا جماعة ما تعملناش مشكلة الله يخليكم دي تسنيم برضو دي تسنيم مع الكابت الخطيبة تسنيم واخد الحيز كله التسنيم ده اه وده بقى عبد الحفيز مسائطرة في البيت دي المدام المريومة اه مريومة اه ربنا يخليها لك يا رب وتشوفها عروسها قد الدنيا يا رب طيب اه طبعا انت اه هنا مع افريقيا طبعا وده اه دي بتاعت ده ده التاسعة دي التاسعة تحقق دي ممكن اه انت نفسك تشوف يوسف اه لعيب زي كده ولا احسن منك ولا يبقى نمرة واحد على مستوى القرن افريقية يوسف اه اه يعني من اه ربنا يحفظه هو من الناس اللي هي يعني بتحلل حتى كويس مش بتحل المراد تحلل حتى المرحلة كويس ما شاء الله هو معجب جدا بحمد فتح ودي هنك بيحب حتى يتفرج عليهم حتى لو في التمرين يعني اه ان شاء الله رحمن يعني ساعات بنقعد نتكلم كتير يعني انت بتكلمه على طول مش 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 في حاجات فنية كتير هل سيد عبد الحفيز كمدير كورة في النادي الاهلي ممكن تظلم يوسف لا بالعكس انا بتديره دايما حرة حتة اللعب بالذات يقولك ده ابن سيد عبد الحفيز ده مش عارف ده ابن ايه اه البعد التاني يعني ايوا طبعا انا عمري والله ما اتكلمت مع حد خلص عمري لا ما انا عارف دي بقاله بتاع 7-8 سنة عمري ما اتكلمت مع حد بيرعب انما توك تحساها هل ممكن دي تأثر لا اشوف برضو ان في النهاية القدرات بتفرن نفسها القدرات بتفرن نفسها التحسن والاستعداد يعني ده مهم جدا في الكور نعم الاستيعاب والتركيز ده مهم جدا في الكور يعني بعد شوية بنقف عنده قدراتك يا تنصطف انت قدراتك ايه وانا قدراتي ايه لكن في حاجات في اثناء المراحل الامورية انت بتستفد منها اتمنى ان كل الناس تاخد نفس التدريبات الواحدة نفس الشغل الواحد نفس التكتيك الواحد نفس حد المحاضرات اللي هي بتبني الشخصية والتفكير يعني لكن في النهاية هنصطدم عند القدرات القدرات هي اللي بتفرن نفسها طبعا يعني طيب انا عارف ان انت اسطورة في الافلام الابيض ويسويد انا عايز اقول بس حاجة على يوسف اه اتفضل يعني ان شاء رحمن باذن الله يمكن طريقة طريقة الاداء الحمد لله الحمد لله رب عامين جايبة مردود جيد جدا اتمنى بس دايما ودينا النصيحة بقول هلو الشغل دايما على نفسك سواء كان فني او عقلي انا بسك فيه جدا وفخور بيه جدا لانه كل يوم يعني بيتعليل حاجة جديدة وكل يوم بيستوعبها وبينفزها ربنا خلوه لك كده وتشوفه يا رب احسن لعيف في الدنيا انت انا عارف انت اسطورة في الافلام الابيض ويسويد ايه الفيلم اللي بيشدي سيد عبد الحفيز ويرجعك للزمن الجميل وتقعد تضحك لوحدك كل الافلام الابيض ويسويد لا فيلم معين فيلم معين يعني انا يعني انا ساعدت متاع بطول جمل افهات من الافلام لا دا كل حاجة مرتبطة يعني مسلا ممكن بيبقاش فيلم كوميدي على فكرة يعني الفتوة مسلا بتاع فايرت شاوي مش كوميدي خالص بس هتلاقي فيه حتة جبارة يعني في الفرح بتاعه مسلا فرحه تمام فهو هتحبس في التلاجة بقى فاجلا انت تحبس في التلاجة هو زكي رسطل ايه تحبس فصديقه بقى بيشرب بقى مش في وعيه خالص فبقول له هاريدي هو كان اسمه هاريدي 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 اه اه اتأخر ليه كده فبص الافي اللي جايه ده اه قالهم يمكن معزومه فرحته هو فرحه افلام اسماليا ياسيني وافلام عم بنام ابراهيم وافلام فؤاد المهندس سلام النابولسي وفتاح القصري بص رغم بساطتها جدا لكن كمان كان فيها مسج اجتماعي رهيب جدا ربعا زينات صدقي المسج الاجتماعي اللي بيقولوه قد ايه كان مؤثر وبيعكس حالة المجتمع في الفترة دايد والناس اللي بالفطرة اللي هي مش بالضرورة انت تستفاد ما انت حياتك هتخلص اكيد يعني الحياة هتخلص كل حاجة ليه اول ولا اخر لكن مين اللي استفاد من حياتك ايه الدروس ولا الفايدة اللي جات لك وديتها لزميلك وديتها لبعدك وليبعدك وليبعدك وليبعد مين اكتر فنان كنت بتحبوا تشوفوا على الشاشة انت كنت معجب بيه كوم دي ولا كوم دي يعجبني طبعا عدل امام جدا جدا كمان لو افلام كمان رغم ان هي تباني ان هي اقل يعني اتميل للدراما او التراج دي وفيها كوميدي وكده لكن برضو كان من الحاجات اللي بتوصل الرسائل اميل لأحمد حلمي دلوقتي جدا احمد حلمي في الكوميدي انت ايه هويتك غير الكرة يا سيد غير الكرة اه انا بحب القراية اخر كتاب قريته كان ايه اخر كتاب كان الاندلس 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 من الفتحة للسقوط اه اه غير القراية كنت بتحب ايه في الوقايات الاورى هل بتحب الصيد بتحب لا خالص خالص يعني الصيد بيقولك علمك الصبر والكلام ده نعم انا مش من هويت ده لا انا حب اشوف الحاجات التاريخية سواء كانت مسلسلات حتى او او قراية اه احب الحاجات اللي هي مرتبطة بمواقف واحداث وحكم يعني احب جدا انا قرح حكمة اه تمام واعيش عليها شوية والله اه والله احب كده جد بتحب اللمة